اهداف الدرس واحد وصف كيفية تكون الأنواع المختلفة من الصخور الرسوبية الهدف الثاني إعطاء أمثلة على أنواع الصخور الرئيسية الثلاثة ثلاثة التعرف على دورة الصخور بداية الصخور الرسوبية تتكون الرسوبيات من فتاة الصخور أو من الأصداف أو من حبيبات المعادن أو مواد أخرى وتتجمع هذه الرسوبيات لتكون الصخور الرسوبية يا ترى ما هي العوامل المساهمة في حمل الرسوبيات وتجميعها؟ أول عامل هي الأنهار فعندما تجري الأنهار تنقل معها الرسوبيات أما العامل الثاني فهي أمواج البحار ثلاثة الانزلاقات الطينية عندما تحدث الانزلاقات الطينية تحمل الرسوبيات معها أربعة الانزلاقات الجليدية وخامسا الرياح الرياح أيضا تنقل في أثناء حركتها الرسوبيات من مكان إلى آخر كيفية تكون أنواع الصخور الرسوبية؟ لدينا ثلاث طرق أو ثلاثة أنواع من الصخور الرسوبية أول نوع من الصخور الرسوبية هي الصخور الرسوبية الفتاتية هذه الصخور مكونة من حبيبات معادن أو حبيبات صخور أخرى نقلت ورسبت بواسطة العوامل التي ذكرناها سابقا وهي المياه والثلج والجاذبية والرياح وتساعد الرسوبيات التي فوقها على رس وتلاحمها بواسطة مواد لاحمة وتحويلها إلى صخر يسمى بالصخر الرسوبي الفتاتي ومن الأمثلة على الصخور الرسوبية الفتاتية الطفل أو الطين الغريان أو الطمي الحجر الرملي والكنجلوميروت النوع الثاني من الصخور الرسوبية هو الصخور الرسوبية الكيميائية هذه الصخور تتكون عندما يتبخر ماء البحر الغني بالمعادن الذائبة أو تتبخر مياه مشبعة بالمعادن من الينابيع الحارة والبحيرات المالحة ومن الأمثلة على الصخور الرسوبية الكيميائية ملح الهاليت والجبس أما النوع الثالث من الصخور الرسوبية فهي صخور رسوبية عضوية هذه الصخور الرسوبية العضوية تتكون عندما تموت الكائنات أو المخلوقات الحية وتترسب بقاياها أي تكونت من نبات أو حيوان نافق وتتراص متحولة إلى صخر من أمثلتها الفحم والحجر الجيري لدينا أيضا مفهوم الأحافير وهي عبارة عن بقايا أو آثار حيوان أو نبات كان يعيش في الماضي وتضم بعض الصخور الرسوبية أحافير ذات حجم كبير مثل عظام الديناصورات وبعضها تضم كائنات صغيرة مجهرية نشاهد هنا الحجر الجيري وهذه عبارة عن أحفورة نجم البحر واضح فيها نجم البحر والآن النشاط التقييمي أعزاء الطلبة بالاستعانة بالمعلومات السابقة أجب عن الأسئلة التالية حدد نوع الصخر الذي تنطبق عليه العبارات في الجدول التالي وذلك بوضع علامة صح في المربع المناسب نقرأ العبارات لديكم دقيقة واحدة ترجمة نانسي قنقر والآن واحد صخور مكونة من حبيبات معادن أو صخور ملتحمة فيما بينها بمحالي الغنية بالمعادن ترى أين من الصخور الرسوبية؟ رائع الصخور الرسوبية الفتاتية نأتي إلى العبارة الثانية صخور متكونة من بقايا نباتات متراكمة فيها نباتات ميتة بعضها فوق البعض أحسنتم عبارة عن رسوبية عضوية أما الثالث فهي عبارة عن صخور متكونة من تبخر مياه مشبعة بالمعادن من الينابيع الحارة والبحيرات المالحة من هذه العبارة عرفنا أنها صخور رسوبية كيميائية لدينا هنا الكنجلوميرات مثالا على هذا النوع من الصخور أي نوع؟ ممتاز الصخور الفتاتية خامسا الحجر الجيري مثالا على الصخور الرسوبية العضوية التفكير الناقد كيف يمكن لمعدن الكوارتس أن يوجد في صخر رسوبي وصخر ناري؟ كيف يا ترى؟ رائع يتكون الكوارتس في الصخر الناري عندما تبرد الماجمة أما إذا تعرض هذا الصخر إلى التجوية والنقل والترسيب يتم التراس في هذا المعدن وهو معدن الكوارتس وتلاحمه في صخر رسوبي نأتي الآن إلى النوع الأخير من الصخور وهي الصخور المتحولة الصخور المتحولة هي عبارة في الأصل عن صخور قديمة نارية أو رسوبية وتوجد في أعماق القشرة الأرضية ولكن هذه الصخور تعرضت إلى حرارة وضغط شديدين والسوائل الساخنة ولذلك تنشأ عن صخور متحولة حيث يتغير شكل الصخر ويتبلور من جديد ويتغير تركيبة الكيميائي نرى هنا حجر الجرانيت يا ترى من أي نوع من الصخور حجر الجرانيت نعم حجر ناري ولكن هذا الحجر إذا تعرض إلى الحرارة والضغط وإلى السوائل الساخنة ستكون هذه عبارة عن أسباب تحول حجر الجرانيت إلى حجر النيس إذن الجرانيت حجر ناري تحول إلى حجر النيس وهو عبارة عن حجر متحول تشكل الصخور المتحولة لدينا مثال ذكرنا حجر الجرانيت هو عبارة عن صخر ناري عن طريق الضغط والشديد والحرارة تحول إلى صخر النيس المتحول لدينا أمثلة أخرى على صخور مثل الصخر الرملي وهو عبارة عن صخر رسوبي يتحول إلى الكوارتزيت أما الحجر الجيري فيتحول إلى رخام بعد أن تعرفنا على أنواع الصخور الثلاثة وهي الصخور النارية الصخور الرسوبية والصخور المتحولة هيا نتعلم دورة الصخر في الطبيعة عندما قلنا دورة الصخر هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن نموذج لوصف آليات تحول الصخور من نوع إلى آخر وعلاقة بعضها ببعض هناك عدة عمليات من خلال هذه العمليات تتحول الصخور من شكل إلى شكل آخر العملية الأولى هي عملية التبريد والتبريد يحدث إلى الصخر الناري أما العملية الثانية فهي التجوية والتعرية والتي تكون لنا الرسوبيات العملية الثالثة هي الرص والتلاحم الذي يحدث إلى الرسوبيات ليتكون لدينا صخرا رسوبي أما العملية الرابعة فهي الحرارة والضغط والتي ينتج عنها الصخر المتحول ولدينا العملية الخامسة هي الانصهار إلا راح تكون إلينا الصهارة أو اللابة فترجع مرة أخرى تبريد لتكون الصخر الناري مشاهد هنا لدينا صهارة أو لابة عن طريق التبريد راح تعطينا صخر ناري هذا الصخر الناري لو تعرض لعوامل تجوية وتعرية راح نحصل على رسوبيات الرسوبيات هذه إذا حدث لها عملية رص وتلاحم راح ينتج عنها صخر رسوبي أيضا قد يحدث إلى الصخر الرسوبي يتعرض لعملية أو إلى تجوية وتعرية وبالتالي نحصل على رسوبيات وإذا حدث له انصهار راح نحصل على صهارة كما إن الحجر الناري أيضا لو تم صهرة حدث له عملية الانصهار أيضا راح نحصل على الصهارة أو اللابة أما إذا تعرض الصخر الرسوبي إلى حرارة وضغط فسنحصل على صخر متحول هل فقط الصخور الرسوبية هي التي سنحصل منها على الصخور المتحولة عن طريق الحرارة والضغط؟ لا ممكن أيضا من الصخر الناري لو تعرض أي نوع سواء الناري أو صخر الرسوبي إلى حرارة وضغط نحصل على صخر متحول الصخر المتحول إذا تعرض إلى انصهار حاله حال الصخور الناري أو الرسوبية راح نحصل على الصهارة أو اللابة والآن وصلنا إلى النشاط التقييمي أعزاء الطلبة بالاستعانة بالمعلومات السابقة أجب عن الأسئلة التالية لدينا هنا مخطط يوضح هذا الشكل دورة الصخور مستعينا بالشكل أجب عن السؤالين التاليين واحد اكتب أنواع الصخور الممثلة بالرموز سين صاد عين سين صاد عين طبعا نرى هنا أن سين تكون سهمهني من الماجمة إذن سين هو عبارة عن صخر ناري أما صاد فهو عبارة عن صخر تكون نتيجة لتعرض الصخور إلى حرارة وضغط إذن صاد سيكون صخر متحول أما عين فهذا الصخر نشأ من الرسوبيات إذن هو عبارة عن صخر رسوبي أما العمليات فالعملية واحد وهي العملية التي تحول الماجمة إلى صخر ناري ستكون عملية تبريد العملية الثانية عندي صخر ناري رح يتحول إلى رسوبيات عن طريق أي عملية ممتاز؟ عن طريق التجوية والتعرية أما العملية الثالثة فهي عبارة عن الرص والتلاحم الذي يحدث إلى الرسوبيات لتتكون الصخور الرسوبية العملية الرابعة الصخور الرسوبية ماذا يحدث لها لتعطينا الماجمة؟ ممتاز عملية الانصهار مع تمنياتي لكم بالتوفيق أشكركم على حسن استماعكم وإلى اللقاء في دروس أخرى